مستشفى الثورة ما إن يحاول هذا الصرح الطبي التغلب على مشاكل حالته المتدهورة التي يشهدها جراء تدهور الوضع الصحي ذاته في المحافظة حتى تبرز له ضائقة أخرى تتسبب في تهديده وتوقف نشاطه مستشفى الثورة تقدم خدماتها لجميع المرضى في مدينة تعز المحاصرة منذ سنتين فهي تقدم الخدمات ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواقه هذا الصرح الطبي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع قرحة ومرضى تعز بشكل عام آلاف المواد الصحية والأدوية من محاليل وغيرها هو محتوته شحنة قسم الغسيل الكلوي التي صادرتها عناصر الميليشيا الإنقلابية على مداخل المدينة لتترك المئات من المرضى لقمة سائغة للعدابات والموت توقف مركز الكلا عن تقديم خدماته لمرضى الفشل الكلوي بسبب مصادرة مواد الغسيل الكلوي من قبل الحوثيين في منطقة الحوبان وهذا يشكل تهديد خطير لحياة 300 مريض فشل الكلوي في هذا المركز إذا لم يتم عدد هذه المواد فالمرضى هؤلاء ستدفع الثمن الموت يحطبهم من كل جهة المواد التي تم مصادرتها 1800 دبت محلول غسيل و10200 بيكربونات صوديوم و200 فلتر خاص بتعقيم الأجهزة هذه المواد هي شريان الحياة لهؤلاء المرضى فإذا لم تتوفر هذه المواد فالوضع سيكون كارثي لا قدر الله وقفة احتجاجية هي كل ما بوسع هؤلاء الأطباء لمواجهة صدف الميليشيا واحتجاجا على ممارساتها وهي في الوقت ذاته دعوة للهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية للنظر إلى هذه الممارسات والانتهاكات التي يصفونها بالخطرة على عتبات الموت يقضي هؤلاء المرضى في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة وسط مدينة تعز بعد أن حرموا من علاجهم الذي صادرته ميليشيات لا تعني لها حياة الإنسان شيئا وتقود حربها تارة بالقصف وتارة أخرى بفرض حصار خانق على المدينة لتكون بذلك قد سلكت أكثر من طريق لتصدير الموت للمدنيين في هذه المحافظة المكلومة حمزة أمين قناة بالقيس تعز